محمد يمكن في الجزء اللي فات من حلقتنا قولي بيرا طبعا مدرب حراس المرمى بتاع فولهم سنه صغير يعني انت تكلم في سنه صغير ودرب عمال قضاء أندرسون وأوبلك وبرينكفورد يعني كمان عندنا لازم كمان ثقافة المدرب وتطوير المدربين على مستوى كمان مدربية حراس المرمى لازم كمان في مصر يتشاف بشكل أكتر من كده وباهتمام أكتر من كده لأن خلاص ده أنت ما قلت وكل الناس بتتكلم في العالم أن حرس المرمى بقى جزء أساسي في البلانينج في خطط المدربين وأسلوب لعبهم بشكل كبير مضبوط شكل التدريب اللي بتدرب على حرس المرمى مهم يعني شكل التدريب نوعية التدريب أعتقد أن محمد شناوي مثلا أفضل نموذج لذا ميشيل يانكون قبل ما يستلم محمد شناوي يدرب محمد شناوي كان مستوى محمد شناوي إزاي مستوى تحركه بين ثلاث خشبات مستوى العبو برجلو كان عامل إزاي تصديل لرقلات الجزاء كل التفاصيل دي كلها أعتقد تطورت بشكل كبير جدا وبشكل مذهل مع الشناوي بعد وجود ميشيل يانكون يعني عشان كده يمكن الأهلي استمر في الاستعانة بحرس أجانب شوارس نفسه لما وصل تعاقد مع مدارب حراس المرمى ده بيأكد أهمية مدارب حراس المرمى أعتقد يعني أتمنى أن الأهلي كمان يستغل ميشيل يانكون نواء كان عنده مشروع كويس جدا نواء يضرب كمان كل الناشئين كمان لأنه ده بيفيد نحن النهارة بنتكلم أن حراس العالم الحارس هو رقم 12 بيتبني عليه فريق عشان تجيب بطولات لازم يكون عندك حارس قوي جدا عشان تبني طريقة لعب حارس قوي جدا وانت بتتكلم على حارس واثنين ده مهم جدا إن عايز تأخذ بطولة بتشارك في بطولات كبيرة لازم يكون عندك حارس رقم واحد عندك حارس رقم اثنين ولسه كنا بنتكلم على دونا روما دونا روما كان الحارس مش هولي الحارس التاني لكن الحارس اللي كان معاه نفاز حارس أسطوري الأسطوري أفضل من دونا روما بالنسبة لأنه منحزل نفاز رجل ثلاثة دور أبطال أوروبا رجل كان عامل مستوى مزهل جدا مع ريال مدريد لكن في النهاية قعد لدونا روما رغم المستوى أفضل فبالتالي كل الأندية كمان بتستعين تطور في مستوى الحراس كورتاو في تشيلسي كان الجميع بيصخر منه وفي أتليتك مدريد كان حدث ممتاز جدا لما راح ريال مدريد النهاردة هو يعتبر الأفضل في العالم أليسون مع روما ثم مع ليفربول كان العامل الأكبر رحصول طبعا الريال على دور أبطال أوروبا وحصول قبل كده ليفربول على الدوري أبطال أوروبا دور إنجليزي كان أليسون أليسون من أهم نقاط قوة ليفربول فبالتالي إديرتسون في مرشيسة رسيطة الاعتماد عليه محمد شناوي في وقت من الأوقات كان الاعتماد الأساسي في الأهلي على الشناوي التصديات الشناوي كانت سبب كبير جدا في إن الأهلي خاد بطولات مهمة جدا كان الأهلي كان طول وقت عنده أزمة في حراسة المرمى ومستوى حراسة المرمى محمد شناوي حل المشكلة دي بشكل كبير فبالتالي الحارس مش هتاخد بطولات لو الحارس بتاعك مستوى ضعيف النهاردة مستوى الحراس في العالم كله بيتطور بالشغل مع مدربين كتير أليات التدريد نفسها اختلفت كتير جدا كده أنا قبل ما نتكلم على اللعبة لازم المدربين كمان يقولوا إن هما يستهلوا فرصة هيقولوا ده إزاي يعني أنا لو هجيب مدرب 36 سنة أو 40 سنة زي ناجل سمان مثلا أضربه أكيد قبل ما يضرب أول فريق ضربه كان عنده مؤهلات كان هوفنهايم تقريبا كان عنده مؤهلات تخلي هوفنهايم يتشجع أن يعين يعينه كمدرب فبالتالي أنا عشان برضو عين مدرب هنا ويبقى عند الشجاعة لازم كمان المدربين عند الصغرين يقولوا يشجعوني جزءين محمد طبعا تطوير المدرب ده طبعا ده شيء مهم جدا وكمان ثقافة ثقافة الإدارة أنها تدي فرص للمدربين لكن كمان لازم يكون المدرب مؤهل يعني أقدم السيفي بتاعي أنا راجل وأخذ لايسنز معينة عندي خبرات معينة وبالتالي في سن صغيرة ممكن ياخد بعض الفرص ترجمة نانسي قنقر